مفاجأة زياش وحكيمي مرشحان للعب في الفريق واحد الموسم المقبل بات الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيرسلينجلزل لكرة القدم ومواطنه أشرف حكيمي نجم نادي باريسا جرمان الفرنسي مرشحان للعب في فريق واحد الموسم المقبل وكشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الباريسي جددت اهتماماتها بالنجم المغربي قصد ضمه في الميركات الصيفي الجاري ووضحت المصادر نفسها أن زياش يتواجد ضمن اهتمامات الفريق الفرنسي في ضمه خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع برنالدو سيلفا تجدر الإشارة إلى أن باريس كان قريبا من التعاقد مع زياش في الصيف لكن بعدما نجح في اجتياز الفحوصات الطبية غير أن إدارة تشيرسي تأخرت في إرسال الوثائق المطلوبة لإنهاء الصفقة